طيب هنتقل لنادي الزمالك حقيقة واللي خلاص لما أقول لكم بكرة آخر معاد لتقديم أوراق الترشح لمجلس إدارة نادي الزمالك والانتخبات القادمة لمجلس إدارة نادي الزمالك اللي هكون يوم 20 أكتوبر كابتن حسين لبيب أعلن رسمياً إنه هو هيتقدم بكرة للترشح لأوراق ترشحه لرئاسة نادي الزمالك هتكون قايمة موحدة وكابتن أحمد سليمان من خلال برضو كان برضو عنده التفكير للنزول كرئيس انضموا هما الاتنين مع بعض حالة من الاندماج من أبناء نادي الزمالك وعلاق مصلحة نادي الزمالك العليا يعني وتوجودهم في قايمة واحدة تخدم نادي الزمالك في الفترة اللي جاي ما يبقاش بقى فيه تناحر وتنافر والأمور الخاصة اللي كنا ممكن منشوف في الفترة الفاتت اعتقد كابتن حسين نبيب بذكاء والحقيقة قدر إنه هو يلم أبناء نادي الزمالك ويجمعهم على قايمة هتبقى موجودة تخدم نادي الزمالك في حالة نجاحها في الفترة القادمة بالتالي طبعا كان فيه من كابتن حسين كلمة كتابة على صفحته يعني هقولها لحضراتكم برضا لأنه مهم جدا جمهير نادي الزمالك تبقى متبع كلام أبناء نادي الزمالك اللي هيترشحوا في الفترة القادمة كابتن حسين نبيب قال جمهير وعضاء نادي الزمالك حبيب تقديرا للتحدات التي تواجهنا في المرحلة القادمة وعلى لمصلحة النادي وما تقتضيه من إنكار للذات واستجابة لدعوة الشرفاء من محبي ورموز النادي لتوحيد الصف واستعادة الطريق الصحيح وتقديم رسالة إيجابية تبعث الأمل في نفوس محبي هذا النادي العظيم فضلا عن التقدير والاحترام المتبادل بيننا والتوافق على الأهداف للارتقاء بالنادي وبعد مناقشات مع كل الأطراف قد قررنا الترشح لانتخابات نادي الزمالك المقبلة ضمن قائمة موحدة قائمة موحدة دي حاجة برضو يعني أعتقدت فيه جدا نادي الزمالك تضم نخبة من المخلصين القادرين بإذن الله على تحقيق تمحطكم والانتقال بالنادي إلى مستقبل يليق به يشرفنا دعم الجميع للقائمة لما فيه مصلحة النادي وبالله التوفيق الكابتن حسين لبيب والكابتن أحمد سليمان عاش نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر ده كلمات كابتن حسين لبيب طبعا النهاردة كان يعني تسع مرشحين جدد لانتخابات نادي الزمالك منذ فتح باب الترشح وتقديم الأوراق كل واحد شايف أنه هو يقدر يخدم النادي بيخش أي أن كان الاسم سواء بقى العيد كورة سواء كان مسؤول سابق سواء بقى اسم جديد كل واحد شايف أنه هو يقدر يخدم النادي بيقدم أوراق ترشحه خلينا نحن لجاية بكرة الحقيقة تعرفش ممكن يحصل مفاجآت في أسماء ممكن تترشح مفاجآت ممكن تحصل لأسماء ممكن تترشح يعني إحنا معاكم بكرة والباب مفتوح مدام أنت يعني زي ما نقول الشروط الشروط اللي تحطت منطبق عليك وعندك القدرة أنك تضيف لنادي الزمالك وتخدمه وتعلم نشأنه تقدر تخش وبالتالي ممكن بكرة يبقى في أسماء مفاجآة ما نعرفش إحنا معاكم في التفاصيل الخاصة بانتخابات نادي الزمالك وأوراق الترشح اللي هتتقدم بكرة آخر يوم في أوراق تقديم أوراق الترشح بالنسبة لي نادي الزمالك